فيه ناس كتب يشيروا إلى إحصائيات في السنوات الأخيرة أنا أمتلمش على المنطقة العربية ولكن في كل أنحاء العالم يعني تقارير بتقول أنه أعداد الملحدين فيه ازدياد هل ده له علاقة بهيمنة التكنولوجيا؟ أعتقد إلى حد كبير ليه علاقة من ناحية أن الأجيال الجديدة بالذات يصعب الآن وضعهم في طرق معرفة وطرق تعليم أكاديمية بحتة بالطرق بالمناهج المركزية التي تعودنا عليها أو تعودنا عليها كل الأجيال السابقة التلقين التلقين والتلقين في كل شيء التلقين في فرضيات العقيدة التلقين في فرضيات العالم في فرضيات الإنسانية فهما بيتحدوا كل هذه الفرضيات وأيا مكان الشاب أو الطفل أو المراهب سواء أنه في مصر أو في هنولولو أو في أمريكا هو عنده إمكانية لأنه يتحدى هذه المعطيات اللي بيأخذها فمن هنا لأنه فيه كثير من التعليم ومن التربية بأسلوب تلقيني بحت يبدأ يحصل نوع من أنواع التمرد لما الإجابات لم يبدأش مقنعة بالنسبة لها التمرد موجود في طبيعة البشر من زمان طبعا في السن المراهقة وسن الشباب لكن هذا التمرد الآن يعني صاحبه مسلح بالتكنولوجيا بالضبط كده فلأن النهاردة ومن هنا إحنا محتاجين على ناحيتين أنه إحنا نرشد سلوء التكنولوجيا والعلم من ناحية أو أن يبقى فيه قيم حكيمة مش مجرد القيم المادية البحثة لأن في النهاية أداء العلم هو مجرد أداء ومن الناحية الثانية إحنا محتاجين نراجع كتير من الأصص الروحانية اللي بنيديها للجيل الجديد على أنها مسلمات وبالنلم هو كده أنه دي روحانيات ومن هنا بيجي الانطباع الخطئ ده أن الدين ضد العقيد الدين ضد العلم أو العقيدة ضد العلم وده انطباع خطئ وأعتقد أن ده بسبب الطريقة اللي ربينا بيها أجيال وراء أجيال إنما دان بتكلم على شيء مقدس يبقى مفيش في منطق مفيش في منقشة بس يعني المتحسبين من هذا النهج في التفكير بيقولوا أنه يعني إذا ما طبقنا هذا النهج فستكون النتيجة كارثية أنك أنت هتنزع الروحانيات تماما من الصدور وهو ده السؤال الثاني اللي بيطرحه الرواية هو بيقول هل لو بنكلم بصورة عملية وبراجماتية لم نعود بحاجة إلى الدين بطريقة أو أخرى للأسف هناك طيار يؤمن بذلك وللأسف أو ده تريباً لبطرحه الرواية أنها بتقول لو أصبح هذا هو الطيار السائت لأن من ناحية معينة الإعلام عالمياً بشكل ما بيوشيطن الدين لما بيربطوا بالإرهاب والتطرف وكأن ده مش تطرف يعني احنا بنقول أنه هو تطرف هو تطرف في الفكرة أو في العقيدة وكاننا بنى ثاناسة في التاريخ أن التطرف أيضاً هي طبيعة بشرية يعني هو مش مرتبط بس بالدين يعني أكبر كارثة بشرية صنعها البشر وكان الحرب العالمية التانية ما كانش أساسها ديني ويمكن ده موجود في بعض الحوارات في الرواية كانت مبنية على فكر قومي عرقي عنصري أمبي أودلف هتلر والنازاية ما كانتش دينية فبالتالي فيه فرق كبير جداً بين إساءة استخدام الدين والروحانيات وبين الدين وده رسالة التحذير اللي بتقولها شفارات القيامة ترجمة نانسي قنقر